أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحباً 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 بكم في عدد جديد من حصتكم أولدنا تحت جنحنا أولدنا تحت جنحنا لأن مسؤولية تربية النشأ هي مسؤوليتنا كامل ولازم ندير اليد في اليد باش نربيه أولدنا هذه الحصة من خلالها مع مختصين في شتى المجالات نجيبو لكم أجوبة على تساؤلاتكم أنتوما يا أولياء على بل بل بالمرات الأولياء محتاجين نصائح في مجال ما احنا من خلال هذه الحصة نحاولو نجاوبوه على هذه التساؤلات هذه اليوم عندنا موضوع مهم جداً هذا الموضوع هو المعارضة مع التحدي يعني الطفل كي عارض تقوله دير حاجة يعارضك يعني اليوم حبينا نتكلمه على هذه النقطة هذه الحساسة في تربية أطفالنا ولدا راح نتصدفوا معي الأستاذ لابري نوردين مختص في علم التربية محبا بك محبا بك شرفتنا شرفتنا تفضل تفضل كذلك راحبوا معي بالأستاذة محرس خان عبلة مختصة في علم النفس التربوي محبا بك شرفتنا شرفتنا ودائما في كل حلقة نستدفوا وليه أمر يعني إنسان يتقسم معنا التجربة نتعوف في هذا المجال هذا اليوم معنا سيد حميد هلال مرحبا بك تفضل مرحبا بك تفضل تفضل وفي كل مرة في كل مرة نستدفوا طفل ولا طفلة ديل الواجبات المدرسية في هذا المكتب الجميل اليوم معنا ياسمين تفضلي تعالي تعالي مشاركي ياسمين رابا لفاس وشمسانة الدرسي رابا رابا هذه ثانية مرة ركي تجي معنا هنا موالفا لذا يا اسمين تحبي تقرأي كيفش دليل الواجبات تحكي تنظميهم ولا تخليهم تتراكم ولا كيفش تقرأي انتيا نظمهم نظميهم كي ترجعي لدار تشربي الحليب هو الولاني ولا تستعفاي ولا تقرأي ولا كيفش تديري ولا تشوفي رسم وتحركة ولا تشوفي حس التماعة ميز زيد ولا وش تديري بشتكي بعد الراحة بعد بعد التعب والعمل خلاص إذا تفضلي يا اسمين راح يدير الواجبات تاعك معنا وانتم تانية أطفال شكرا لازم لازم تقرأوا باش تنجحوا والدكم يفرحوا بكم إذا الواجبات المدرسية لازمها تكون بانتظار مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا العدد الخاص بالمعارضة مع التحدي اللي بلك الأولياء بزاف يتسألوا يا هل ترى ولي ديكين قلوا دير حاجة بعد ما يحبش يديرها ويعارض يعني وكامل إيه هل ترى حاجة خطيرة حاجة مشي خطيرة وكامل ما دابينا اليوم نوضحوا هذه الصورة هذه إحنا رانا هنا الحسنة عنا ما دابينا الناس كي تشوفنا تفرح علاش رانا نديروا في الترغيب يعني إحنا ما دابينا الناس تقول بلي حقيقة كين أشياء تعيق التربية تعيق التعلم وكامل ولكن كين حلول إحنا دائما نشوفنا تطلين عليهم ما عندها جبنا الحالة هذه ولكن الأهم والمهم أننا نحاولو نجيب لكم حلول مع أخي السعيين وستادة محرز المعارضة مع التحدي بالمرات الطفل لها تقولوا روح شريد لي الخبز عامر روحش دير فرشك ما نديرش بالك وكان تخليه وحده بالك راح يديره هذه النقطة هذه مدى بنا نشوفها معك ونشوفها كذلك في إطارة المدرسة وبضحنا صورة هذه هل ترى لازم الولدين يقلقوا ما يقلقوش بالمرات ولي الأمر حتى يهب اللي يحب يضرب ولده ويحب يقلقوا ويحب دلوك إحنا مدى بنا نوضح لهم هذه الصورة هذه السلام عليكم ورحمة الله مرحبا أسعد دائما وكل مرة بتواجدي في أسرتي الحبيبها أسرة أولادنا تحت جنحنا إذن اليوم ننتناولو موضوع مهم تكلمنا في الأعداد السابقة عن الإضطرابات النفسية عند الطفل وتكلمنا أنها هي خمس أنواع لما بينها تأخر معليش نعودهم للتذكير والذكرة تنفع المؤمنين كما يقال إذن كاين من الإضطرابات النفسية هذه التأخر دراسي صعوبة التعلم الإضطرابات المزاجية على رأسها الاكتئاب وكيفاش صعود وحبوط المساج إضطرابات القلق اللي تناولنا فيه قلق الامتحان والإضطرابات السلوكية الإضطرابات السلوكية نعوده تاني معليش نذكره أنها ربع أنواع إضطرابات الانتباه لهو كل ملف الانتباه على رأسه كثرة النشاط وقلة التركيز الإضطرابات الغذائية الإضطرابات الإخراج وإضطرابات سوء التصرف وعلى رأس إضطرابات سوء التصرف إضطراب المعارضة والتحدي إذن كنا نتكلم على الإضطراب هذا مش هي أي طفل يعارض ويتحدى يعني عنده اضطراب المعارضة مع التحدي يعني ما يكونش باتولوجيك إذن اضطراب أي اضطراب نفسي يجب أن يكون فيه شرط أساسي بالنسبة للصغار ولا بالنسبة للكبار الشرط الأساسي هذا هو أنه يعيق السير الحسن والسير المفترض والطبيعي لحياة الفرد لحياة الحالة يعني إذا كانت هذه المعارضة وهذا التحدي وهذا القباحة وهذا اللي رويد فيهم الطفل لكنه ما يعيقوهش عن ما درسته في حياته الدراسية فهو لبس به متوسط ولا فوق المتوسط ولا في بعض الحالات متفوق حتى وما يعيقوهش كذلك في علاقاته عنده علاقات عنده أصدقاء يعني يتعامل مع الولاد بطريقة يعني صحي يتشاجر معهم أحياناً ولكن عنده صدقات كذلك عنده علاقات مع أخوته اللي كبر عليه واللي صغار عليه يعني بشكل عام أنه حياته تمشي بطريقة بطريقة أو بأخرى يعني راهي تسير ما راهيش موقفة هنا نقدر نقول أن نستبعد يعني الاضطراب في حد ذاته لأنه كان أنطابلو كلينيك بما يعرف بي يعني مجموعة أعراض أو مجموعة صيفات لسيمبتوم ليهما يشكلوا القائمة أو لطابلو الجدول العيادي لمدنا الحالة نعود ونرجع إلى اضطراب المعارضة مع التحدي يتميز هذا الاضطراب بمجموعة من السلوك السلبي حيث الأطفال غالباً ما يرفضون كل ما يصدر عن الراشدين يعني يتحدون تماماً نظام الراشدين وفي غالب الأحيان ما يكونواش نجحين دراسياً يعني يقدر يقدر التسرب هذا من بين المؤشرات إذن هذه المؤشرات يعني يغضبون بشدة وبسرعة يشعرون بالمرارة والكآبة سمحوا لي أني نشوف هنا لأنه سيتان طابلو كلينيك يعني هو ساكخي يعني بالنسبة لي نحن كأخصائيين كي نتعاملوا في المجال العيادي نرجعوا له دائماً لطابلو كلينيك رغم أنك تكون بخاتسية تكون ممارس عيادي في الميدان لكن توجه مثل الطبيب العضوي دائماً يعود الطبيب العضوي يرجع إلى المصنفات العيادية تاعه ويشوف الأدوية وما تقابلها إذن يشعر بالمرارة والكآبة يعني هنا نشوف أنه الجانب السلوكي تاعه ينقاس والجانب الميزاجي تاعه كذلك ينقاس يعني حتى عنده فترات من نوبات الكآبة يعني الميزاج تاعه متقلب ما راهوش سليم ما راهوش مستقر وكذلك الميزاج تاعه ما يتماشاش مع المؤثرات الخارجية يقدر مثلاً كين وضعية فرح وهو راهو مكتئب بالضبط ولا العكس هنا تبدأ تظهر أنه ما راهوش فقط الطفل العانيد اللي نتكلم عليه يعني كين فرق ما بين الطفل العانيد نقوله راسه يابس ولا نقوله كين عدة موسنيات يعني تقدر بالعقل تهتر معها قادر يفهم ولكن اللي عنده اضطراب هو شيء آخر لكن اللي عنده اضطراب هو شيء آخر وهذا الاضطراب يقدر يقس بزاف جوانب على رأسها تمدروا استاعه كذلك يعني الأطفال اللي يعانيوا من هاد الحالة احنا نبدأ ونشوفوها عادة من ثلاث سنين لكن ما نقدروش نشخصه كأخصائيين عياديين ما نقدروش نشخصه حتى الثمن سنوات لأنه الطفل هذا تكلمنا في حلقات آنفة مضت تكلمنا أنه اللاج سوسيال أو العمر الاجتماعي هذا لمن ثلاثة لخمس سنين ليبدأ تنشط فيه أو تنمو فيه وتطور الوظائف النفسية والاجتماعية عند الطفل وهذا كأين عدة نضجة وظائف أخرى اللي تسمح أنه يدخل بطريقة صحية وسليسة في هذا لفاز لفاز سوسيال إذن فهذا اللاج وبما أنه التحدي والمعارضة هو سلوك اجتماعي تبدأ تظهر في ثلاث سنين ثلاثة أربع سنين يبدأ كل شيء عارضه يحب يكسر النظام يعني متمرد تماما على النظام لكن يعني احنا نمده مجال كبير حتى الثمن سنوات باش نقدر نقوله لأنه التمرد هذا يقدر يكون ناتج عن تقليد اجتماعي يقدر يكون واحد في الأسرة راهو يمارسوا التمرد راهو العصيان التمرد والعصيان فقط راهو يعاند فيه راهو يقلد فيه فقط لكن حتى الثلاثة سنين وهو على نفس هذه الوطيرة من السلوكات وحتى نزيده نتأكده مع التأخر دراسي التعود تسرب أو الرصوب أو الشكاوي لجينا من الأسرة والمنظومة الترباوية الشكاوي المتكررة من الشارع من الأولياء في حد ذاتهم هذا يجعل أنه يزيد درجة المعاناة والألم ليس من طرف الطفل لا الطفل هو يعني بين قوسين يحس روحه أنه يشعر أنه لبس عليها هذا هو أنه المشكل في غيره دائما يقول لك ليس المشكل فيه أنا المشكل في الغير كذلك عارض وحد آخر عارض آخر سمتوم وحد آخر هو أنه الناس اللي يعانيوا من هذا الاضطراب دائما يقول لك ليس الخطأ التاعي يعزو أو يرجع الأخطاء إلى غيره ليس أنا اللي درت هذا المشكل السبب الخطأ ليس مني أنا من الأخرين الأخرين هم اللي رميوسي والتعامل معي كذلك أنه ما عندهمش أصدقاء يعني في كثير من الحالات تلقاهم وحدانيين أنهم الصعيب أنهم يشكلوا صداقات حميمة حتى إذا يشكلوا صداقات ولا معارف هكذا ما تستمرش مع الزمن إذن إذا عندنا كل هذه المنظومة الظاهرة على الإضطرابات وكذلك هذه المعارضة والتحدي كأين وين في حالات تظهر فقط مع المقربين يعني تبدأ يعني عندهم وليه بسحب الراصب يعني عندهم وليه قبل وخليل وين يظهر مع البرانيين لكن كأين العكس يظهر في الشارع وما يظهرش مع الأقارب كأين حالات مختلفة إذن هذا المشكل يظهر كما قلنا بالنسبة للسن هذا قليل وين يظهر حتى سن البلغ بالنسبة للانتشار إذن تكلموا عن الانتشار من ثنين إلى ثنين ونصف بالمئة في المجتمع العام على الأطفال يعني كما كنت نتكلم مع أستاذ نور الدين المقبل قلت له من حكمة الخالق ومن رحمة الخالق بنا أنه هذه الإضطرابات النفسية اللي تقيس يعني في الصاميم تكوين النفسي تعالى الأشخاص ما تفوتش ثلاثة بالمئة عادة من الحمد لله الحمد لله وبالتالي يقدر مثلا معلم ولا ولي أمر يعني يقدر معلم يكمل قالوا وما يتلقاش بعد الحالة تدوء بالنسبة للحسب الجنس يعني تفريق الجنسي تظهر قبل البلوغ تظهر عند الذقور أكثر من الإناث لكن بعد البلوغ كين حالة بزاف تتقارب يعني نشوفوها عند الإناث ونشوفوها عند الذقور وهذا يرجع إلى تكوين هرموني تكوين بيولوجي خاص شكرا شكرا أستاذ أستاذ لابري مدام تكلمنا على المعارضة مع التحدي حبينا نشوفوه إذا كان في المنظومة التربوية يعني المربيين ولا أنتما هل صادفتكم هذه الحالات 39 سنة ننظر تكون صادفتك هذه الحالات هذه كيفاش كان تعامل معها يعني كان العقب شديد ولا مثلا مثلا تقوله دير حاجة متى مدرس هو يقولك لا لا ولا يعندك يعني هل ترى هناك عقب شديد ولا تفهم الوضع ولا تتصل بالأولياء ولا كيفاش كانت وهل المربيين يعني عندهم دراية بهذا الموضوع هذا اللي هو المعارضة مع التحدي حقيقة شوف يعني بعدما تكلمت الأستاذ وعطتنا تعريف لهذا الظاهرة هذه تبين من خلال التعريف العلمي الطبي بأنها ظاهرة طبية وهو اضطراب يعني اضطراب نفسي نعم ولكن قاتلك بلكين النوع الآخر اللي هو حالة ما هو شيء اضطراب ولكن بالمرات كما قاتلك يعاند صحابه مثلا خاصة شفناها في المدرسة في القسم الكامل يتعندوا يتعندوا مثلا الطفل ما يحبش هذه الحاجة لأخر ما يحبش كيف يش تتعاملوا مع هذه الحالة هل ترى عقاب هل ترى تعقلوهم هل ترى تهدروا معهم هل ترى وتعطوهم فرصة ثانية كيف يش تعملوا معهم هي بصراحة في الاقسام الصغرى في المراحلة اللولة تعالي تكون هذه لانه هذه تبدأ من الوسرة بطبيعة الحال عندها الطفل يكون سغير يعني يا زكتاب يعني يا زكتاب معروف معروف للمدرسة في السنوات الاولى هو الذي اقصده بذوب السنوات الاولى هناك المعلمة أو المعلمة يتلقى حالات هكذا ويصعب له ويصعب له كيفاش يعالجها يزم السعاف حنا نقوله بانترقي سعافه معدك ما ندير له جميل جميل لأنه عنده حالة مرضة يعني ممكن تصدمه يعني ممكن حساسة في الطول الأول نعم سوف لأنك إذا استعملت معاه الإصرار قال لما لذلك ما نديرهاش ما نقعدش له وتتقل له لا تقعد يقول لك ما نقعدش بعد ماذا يحدث ويش رايح هذا الاصطيدام وهذا الاصطيدام حتى أولهم يكون الاصطيدام ما بين المعلم والتلميذ فالمعلم يفقد مع الآخرين منقوص السلطان تعه ولكن المسئولية تعه على الآخرين لأنهم الآخرون هم يشوفوا هم يشوفوا ولدور كما هذا وبالتالي مشكلة إذن المعلم ما لازمش لما يرفض له التلميذ ويتعند وقال لا ما نديرش هذا الشيء أو لازم ندير هذه ما لازمش الإصرار سورياني أنت نعم ما لازمش الإصرار المفرد حاول معاه مرة ولكن ما لازمش الإصرار المفرد كل مرات الطفل تهضر معها تقول ولدي وانت ورك حاب تقعد مثلا ولا مانش عارف يعني ممكن أنك تجيبه لعندك آيوان بارك ما وفيك أهنا لما المعلم يفهم بأنه هذا طفل هذا طفل وماروش مسؤول هذا طفل يعني مديرش بمسؤولية وممكن لازمش كلمات تجيبه لعندك نعم بطبيعة الحال هذين تكلموا عن الحالة لي مهيش بطولوجيا مهوش اضطراب لما دبنا نعالجوا هذه الحالات وبعد الإضطراب لك نعطي مثال من الميدان تعرفوا كلكم في القسم كل واحد عنده بوقع عن تاعو تري توارتاو تري توارتاو إذن هذا كان تلاميذ اللي ما نحبش يقول في ذلك تري توارتاو اليوم راني قعد هنا غدو نحب نقعد لهيه من بعد غد نحب نقعد لهيه المعلمين يقولوا لا أرجع إلى مكانك هو اللي ما يشوفه عنيد وش يدير يتفهم معه يدير معه شغول يقولوا أنت أرواح خير أي مكان ولكن المجموعة تعتلمين يجب أن يكونوا عارفين حتى هم يكوشرت الفعل هم موضوع أيضا يقولوا أقعد في أي مكان حبيت لما تخليلوا هذا الحرية وكذا ينقصوا للعناد بعد خلاص يقولوا أقعد هنا يعني عموما حتى بالنسبة لنقبع كلامك بالعسل كم يقولوا حتى بالنسبة للحالة المرضية لمن برانسيف نفس هذا المتحدة يعني ما لازمش الإسرار هم الأطفال هذو اللي رم يعانيوا من هذا التخوبل أو هذا الإضطراب يعني وجدت دراسات كثيرة أنهم المشكلة هو في الاستقلالية هذا الطفل يحب يعود مستقل وحر بطريقة مبكرة دكر يحب ما تقولوش وش يدير نعم يدير واحده ووش يدير ولكن الأولياء الناجحين والمربيين الناجحين هم اللي يعرفوا يتعاملوا مع هذا الحالة وشفنا شفنا ناس شفنا كين مربين ولأولياء يربيوا بلتي أحسن يعني بلسلح له كامل تشوفوا ولده هذا كيفهموا يا ولدي لا لا ما ترحش مننا على خطر هذي وماما تحب هكذا وكندير هكذا خير وكندير هكذا يعني تسيب هذك الطفل يتقبل مباشرتين هذيك ولكن لو تقولوا روح مننا ولا نعاقبك يعني بلك حتى الطفل هذك يفا ديفلوبي يعني قادر يضروا حتى في سي حميد هلال بما أنك أنت كذلك مربي ومنشط بلس مع الشباب وكامل يا هل ترى تلقيتهم في العمل لنتاعكم ولا حتى في حياتكم الخاصة تلقيتهم بعد الحالات هذه وين يقول لك كيف يقولون ناس بكري مع زولة طارت أنا نشكرك يا زيد على الاستضافة مرحبا بيك مرحبا بيك وانا نشكرك بزاف الله يخليك وراني معك أجور كما يقولون الله يخليك رك جيب أشياء إضافية للمجتمع الجزائري الحمد لله أنا نعطيك عشرة على عشرة ربي تولام ما نسفة والحاجة الثانية أعطيت لي في موضوع كما تعيشوا بلك أستاذا صعيب شوية سبنا نقدر نختارث معهم شوية لأنني أنا نتمارس مع المباشر مع 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 الشباب والأطفال ومع أطفال كذلك هي من سميها شحالة لنسميها شخصية سبب كل واحد عنده شخصية دياله ما بين هذو الشباب اللي راهم هنا خموس عليهم اللي جانهم مدينة المعلمة مرحبا بيهم كاللي راهم في كاللي فيهم ريزارفي الروح ما يحبش يشارك برك هذو الشخصية دياله قردها لو كي جي واحدة أخر يعطيلوها النورد وحنا لجي وحنا المجتمع الجزائري ما نحبوش اللورد نحبو الديزارد نحبوش عوامير ما نحبوش النظام هذو صح لو كي ننظمو كأنا صعي بي نروحنا في هذك الديزارد صعي بي نروحنا أنا كما مثلا الإنسان تخلو البيت انتاعو ولا تسيبو بنسبة لك انتا راهو مخب القامي بالنسبة لهو راهو نورمال يعني هذي راهو لي نورم على حسب الشخصيات هالإنسان كيفاش يحب يعيش في المحيط تاعو كاين بعد الناس ولا بعد الشبان ولا بعد الأطفال كاين طريقة ما باش تتعامل معاه برك بساكي عندك كي عندك وش تدير ما عندكش يا زين هو عنده حاشته برك ما يعانتش أنا لي ربلي لا لا بترينا تقولون تا روح قعد هنا ولا تقولوا هذي هي قولكنا ما نروح أنا في الأسرة تعي عندي بنت أخوية صغيرة اللي نسمها ربي يحفظها نيهال وكاين عالي أخوها كبير عليها نيهال هذي انتليجونت على أخوها كبير عليها انتليجونت عليها في الهدرة قالوا رفض دار كي نتعامل معها أنا ونجيب لها أمور معايا ونعطي لها ونصحبها بزاف كي نعطي لها أمر تاخد الري وتبقوا وتاخد الري يعني أنت تاني طريقة طريقة المعاملة مع هذا هذا هو اللي تكلمنا عليه حقيقة هي كيفاش طريقة مثلا حتى مع نفسنا مع أصدقائنا ينسى كي تكون تتعارف تتعامل السلح له كي ما يقوله رح ما يقولكش لا لا توليس تلك نروح وانا وياك عند واحد نطلبه شيء ما بلك نروح أنا ما يعطي لش بلك نروح تروح انتا يعطي لك يعني ان بعدنا نحير هي طريقة طريقة جبتها هذاك أنا نقول بالأولياء ما نطفلشو ونبدأ نعطيه في النصائح ولا ولهكينا ننظن أول شيء أنه طريقة تخير طريقة لتعلمها طريقة المعاملة أنك تتفهم الوضع تحتويه عاطفيا تخاطب فيه العاطفة مثلا حتى الطفل ولا الشاب ولا كي تعطي له مثلا تقوله دير هذه الحاجة يعني حتى الواقع الاجتماعي أذكره وحده أذكره مع أصحابه أذكر الناس لا يتشوف أذكر الناس إلى مدرسة من المدارس العلاجية النفسية لشهورة كثير وهي مدرسة كارلو روجرس لتكلم على المدرسة الإنسانية أو الأرشاد الإنساني قال لك أنه هو باحث في الميادين النفسية أخي الصائي قال لك أنه مفتاح الإنسان هو إقامة علاقة إنسانية صحيحة وسليمة معه أنه الإنسان إذا حبيت تغير سلوك من سلوكاته حبيتتعدل أي سلوك من سلوكاته كما كان يقول الأخ الفاضل ندخله من الإحتواء الإنساني الإحتواء العاطفي كيفش تتم مثلا هاد هاد التقنية العلاجية هو أنه في الجلسة الأولى ما نتكلموش على ما نتكلموش على لدخوبل ما نتكلموش على الأعراض نحاول فقط بيني وما بين وما نسميهش المفحوص ما نسميهش المريض نسميه العميل وكأنه كما نتعامل معاه مثلا في المحامات أو نتعامل معاه كأي زبون يعني نسميه العميل فهذا العميل تاعي كيفش في الاتجاه الإنساني تع كارل روجرس نتعامل معها أنه في البداية نبدأ نكسب ثقته نبدأ أنه أكون علاقة إنسانية معاه نبدأ نعرفه وكي نبدأ نعرفه نحاول أني نتحصل على ثلاث طروات بيليت ثلاث محاور كبيرة المحور الأول أني نتعرف على إمكانياته أنا و هو أنا و هاد الحالة اللي هو العميل نبدأ ندخله في غور الغياحة بالنفس تاعه ولا في الديطاي ولا التفاصيل تعتكوينه النفسي نبدأ ونتعرفه على ما يملكه هذا الجهاز النفسي من مؤهلات من إمكانيات وشنهما اللي بوان فاب اللي بوان فوق اللي فيه ثانيا نبدأ نعرف الأهداف تاعه الأهداف هاده يعني يتحددوا على حساب العمر تاع الإنسان على حساب مجال العمل تاعه على حساب عدة محددات ميدانية اللي نحددوهم ثالثا نبدأ نشوف العراقيل الاجتماعية اللي اللي تعرقل هذا المشروع اللي تعرقل لبسيشيزم هذا العراقيل أو المثبتات الاجتماعية إذن عندما نصل إلى هاد لطروابلي والمحاور ثالثة هادو تنكاشف كل الغاز أو يعني الزوايا المظلمة تاع هذا لبسيشيزم ويكون كل سهل للتعديل وكل سهل جميل جميل يعود يوليد هم عاديين على كل حال يولي عنده اللورد نورمال باركنتر ترح تشوف أسرة بلك ما عندهم شخص بزاف تلقى في وسط هم واحد دائما ما يكسب باش تعطيله اللورد ولا أنا لي على حساب والشي يعني هذا من الواقع من الواقع نظن باللي ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهذا النصائح هذه ولو لأنه الطفل مليح انك تكسب الثقة تعه كما قالت الأستاذ وانك تتعامل هي كلش كلش وطريقة كيفاش تعطيله هذو التعليمات ولا كيفاش تتعامل مع الطفل باش تتفادى المعارضة مع التحدي الوبوزيسيون دونك ان شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا معنا تابعونا على موقع الانترنت ولدنا تحتجنحنا بوان كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا استنونا في الحلقة المقبلة مع نصائح أخرى وتابعونا ولدنا تحتجنحنا سلام من حق لندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهد نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلدان نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكدع إلاجنا بالمجر حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب حمام لا مقهولة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم أمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان